تجديد محمد النيني المنتظر خلاص ممكن خلال ساعات نلاقي محمد النيني أرسنل يقارل رسميه عن تجديد تعاقده شايف دي حاجة جيدة لمحمد النيني يكمل مع أرسنل أرسنل أو محمد النيني مع أرسنل هي حاجة فوق شوية وتحت كتير أو شوية ياما بعيد خالص عن الصورة ياما في الصورة وبشكل مؤثر جدا انت شايف نستمر محمد النيني مع أرسنل ده نجاح ليه ومكسب ليه؟ طبعا مهم جدا لأنه هو كمان أنهلموسم برضو بشكل جيد بصراحة فيه عكس توماس بارتي يعني توماس بارتي هو اللي عنده أب سايدز وداون سايدز كتير جدا فلما حنيجي نبص على محمد النيني فمحمد النيني لما بتجيله الفرصة بيستغلها فهو كده بيدي إشارة لمدربه بيدي إشارة لإقدارة النادي بتاعه أنا جاهز أنا والله موجود ولما حتى بعض على الدك ما بعملش مشاكل بكمل في إن أنا أجهز نفسي ولما بتجيل الفرصة بيستغلها أفضل استغلال ممكن فيه غيري بيلعبوا بشكل أساسي وما بيسيبوش بصمة ولما حتى بيسيب بصمة يعني زي ما بقولك كده توماس بارتي تلاقيه ماتش في العلالي ماتش اللي بعده مفيش ماتش باتريك فييرا الماتش اللي بعده مفيش فمحمد النيني الفترة اللي ابتدى أنه هو يشارك فيها وكانت مباريات صعبة يعني شارك ضد شلسي وشارك ضد منشاستر وينايتد وشارك ضد واستهام كلها كانت ماتشات صعبة وأدى فيها بشكل جيد يمكن ناطش يكسل وكانت الفرقة كلها سهيئة مش محمد النيني بس لكن غير كده الفترة اللي شارك فيها محمد النيني هي الفترة اللي شهدت أفضل نتائج أرسنال في الفترة دي فأنا أعتقد أن تواجد محمد النيني مهم لي لأن أنا بشوف بصراحة أن محمد النيني اختياراته بتبقى غريبة مش عارف الموضوع بيرجع لاختياراته ولا بيرجع للمعروض عليه يعني أن أنت لما تخرج من أرسنال إعارة فتروح طالع على تركيا لا ينقل كبيرة جدا يعني تفكر مثلا ممكن يعمل زي محمد صراح ويطلع إطالة لو عايز غير الدوري لو مش عايز غير الدوري بيبقى أحيانا ممكن يبقى فيه فرق مناسبة لي أنه يكسل مثلا على سبيل المثال لما كان بلسه بيعيد تشكيل الفريق بعد الثورة السعودية وفيه فرق تانية كانت فعلا ممكن محمد النيني ينتقل لها ويلعب في نص الملعب ويلاقي حتى كمان مركز أساسي لكن اختيارات محمد النيني مش عارف بقى بصراحة هل بسبب المعروض عليه أو بسبب المقابل المادي أو بسبب ده شغل الوكيل بتاعه بس لا اختياراته كان بتبقى بعيدة قوي قوي عن الدوري الإنجليزي طيب عظيم أنا عايز أتكلم في خصوص النيني يعني إحنا نتكلم هل نحط تساؤل كده هل النيني الأفضل لي أنه يروح فرق في وسط الجدول يلعب بشكل أساسي بشكل مستمر ولا يكمل في أرسنال ويرجع تاني وضع الدك أولا محمد النيني أنهى الموسم بشكل جيد بس مش مضمون مركزه في وسط الملعب في الموسم الجاي مع أرتيتة أرتيتة هيعمل تدعيمات في وسط الملعب مع توماس بارتي اللي هيلعب في كس العالم وهيبقى العيب مهم جدا في أرسنال فمركز محمد النيني ممكن ما يبقاش مؤمن في أرسنال يمكن مسألة التجديد هو أرتيتة عايز محمد النيني الهدف معين هو أتكلم عليه في أكتر مؤتمر صحفي وهو أتكلم أن محمد النيني وجوده في غرفة الملابس مهم جدا لأنه يحفز اللعيبة بشكل كويس وخصوصا أن أرسنال تشكيلته دلوقتي هو أصغر تشكيلة موجودة في الدورة الإنجليزية وبيعتمد على العيبة شابة فوجود محمد النيني في غرفة الملابس مهم جدا لأرتيت وأعتقد أنه هو ده السبب الرئيسي لتجديد محمد النيني بالنسبة لفكر وأفكار أرتيت لكن الأفضل لمحمد النيني أنا شايف أنه يروح نادي فوسط الجدول في الدورة الإنجليزية هيضمن مركزه الأساسي وده مع الوقت هيعلم مستهى أكتر وممكن بعد كده يرجع لمحطة كبيرة تادي فده كان مهم بالنسبة لي أنه هو يروح نادي خصوصا لمسلم الجاي هو عمتن كده كده في رأيي يعني محمد النيني الفطر الفائد دي كلها كان مع أرسنال في فرقة فوسط الجدول الدولة الإنجليزية يعني هو السنة دي بس تحسنت نتائج أرسنال بس الطموحات بقعليت بس هو فريق كبير بس هو في حقيقة العم هو موجود في نص جدول بردي يعني كان الإحتفاء الكبير علشان خلص خمس اه بالضبط كده خير؟ اه يعني أرسنال بتعمل مع كده